جزاركم الله خير وأحسن إدوكم بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من جدة وباعثها المستمع محمد السعيد محمد مصري رسالته المطيلة لكن ملخصها السؤال عن الطريقة الصحيحة لبيع الزهد ولسيما إذا باع زهبا بالنقود الحالية أو ورد ثم يسال هل يجوز بيع الزهد بالتقصير أم لا بد من التقاضي جزاركم الله خيرا إذا باع الزهب بذهب مثله إذا باع الزهب بذهب ولا بد من أمرين التساوي في المقدام والتقاضي في المجلس أما إذا باع الزهب بغير الزهب من النقود النقود الورقية أو بالفضة فإنه يجوز التفاظل أن يكون وزن الفضة أكثر من وزن الزهب وأن يكون عدد نقود الورق أكثر من عدد نقود الزهب التفاظل يجوز إذا اختلف الجنس لكن لا بد من التقاضب في المجلس حوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد وأما البيع بالغائب بيع ذهب بنقود غائبة هذا محرم وربا سواء كان مقصطاً أو غير مقصط لا بد من التقاضب في المجلس نعم جزاكم الله خيراً ألاحظ أنه يسأل عن رباً ما في أشياء جزاكم الله خيراً يسأل عن هذا البيع وما نوعه وعن كيفية التعامل به ربا النسيئة هو ربا التأجيل كان يبيع النقود بالنقود مؤجلة يبيع مئات دولار بريكي بألف ريال سعودي مؤجلة هذا ربا النسيئة لا يجوز بيع النقود بعضها ببعض وإن اختلف جنسها فلا بد من التقاضب في المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم وَلَا تَبِيعُ غَائِذٍ مِّنْهَا بِلَا جِزْنَانِ ترجمة نانسي قنقر